اكلات اخر الشهر الموفرة الاقتصادية النهاردة عملنا البيتزا من غير دقيق ومن غير عجن ومن غير جلاش وكمان من غير اللحوم بجد دقيق الصينية دي اختراع والله بجد للفطار والعشاو وكمان تنفع للغدا شايفين طالعة زي العسل وحطا لها كده جزء من اللي اللي جبنا المتزاريلا ما شاء الله مبارك تطلع بجد حلوة جدا تعالوا نشوف عمناها ازاي بصوا بقى معايا كده اربع عدد بيت عايز اقولكم عملية لسنية كبيرة كفت خمس افراد ومعايا قطع من اللانشون الفراخ الحلواني ومعايا طماطم وزتون شرايح اخضر وكمان معايا بيكانج بودر وبطاطس محمرة كده حلقات زي الشبسي بس ادخن شوي من الشبسي جبت كده بولا وهحط فيها البيت طبعا على حسب افراد اسرتك هيكون عدد البيت تمام وحطت كده رشة من البصل بودر وكمون وتوابل مشكلة وكمان ملح ولو في رشة كده من الفلفل اسود ويبضرب كله كده مع بعضه وهنزل بقى كده باللانشون الفراخ لو عندي القطع فراخ حطي لو عندي القطع اللحمة محطي بس انا النهاردة عملها اقتصادية ونزلت كده بالطماطم مقطعها قطع صغيرة وبالفلفل اخضر رومي بارد وكمان بالزاتون وكوباية كده من المية ومعلقتين من اللبن البودر لو عندك حليب حطي حليب بدل المية وبدل لبن بودر ونزلت كده معلقتين من الديق وقطعت كده بصالية مكعبات وشوحتها وخليتها لونها دهبي بالشكل اللي انتو شايفينه ده وقلب بقى كله كده مع بعضه ما شاء الله مبارك بعد ما قامت قلب كده بالزبط جبت كده بصوا كله ايه يعني اندمك كده مع بعضه وما تنسوش يا جماعة الملح وما تنسوش ان احنا حطين زيتون مخلل وكده عشان يزبط معاكم ملح وانا حطيت زيتون عشان احس فيها بطعم اللبيتزة لان انا بحب اعملها بزيتون وجبت كده صنية ودهنتها كده زيت وفرشت كده اول طبقة البطاطس اللي انا محمراها وبعد كده الخليط اللي احنا عملناها مع بعض ووزعوا بقى كويس كده جدا حلو قوي على الصنية كلها وبعد كده هحطها بقى على البوتاجاز من فوق على النار متوسطة بصوا بقى بعد ما حطتها على النار كده اول ما بقت نص تسوية اه حطت لها كده الجبنة المتزرلة وبعد كده دخلتها الفرن تحت الشوية بس دقيقتين اخدت لون وطلعناه وقطعها بقى معاكم دلوقتي وهاريكم قدي حلوة وجميلة ما شاء الله الله مبارك شايفين بقى الجبنة لما بتموت لو عايزين الجبنة بتموت تخليوها لونها قبيض زي الشكل اللي انت شايفينه ده لو عايزينها ما تموتش خليوها لونها دهبي زي ما نعملها كده بصوا بقى ما شاء الله الله مبارك طلع كده ومتماسكة ومسكة نفسها شايفين ما شاء الله بقى الجبنة لما بتموت بتبقى جميلة جدا شايفين بقى عايز اقول لكم والله طعمها حلو جدا جدا بجد لازم تجربوها وتقولوا رأيكم ايه وبجد من احلى الوصفات اللي انا عملتها شكرا جدا بجد من احلى الاسم لكم اشتركوا في القناة